من جانبه أشاد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كاري بما بدلته مصر من جهود خلال استضافتها مؤتمر كوب 27 لافتا إلى أن العالم على طريق تحقيق الكثير من المستهدفات المناخية وخلال كلمته في ندوة بعنوان جهود التكيف في إفريقيا أعرب كاري عن تشرف بلاده بمشاركتها في الندوة بالتعاون مع مصر مؤكدا دعم واشنطن لاتفاق جلاسكو لتمويل جهود التكيف يسعدنا ويثلج وما يثلج قلبنا هو ما فعلته مصر خلال الأيام الستة الماضية وطبعا نحن الآن على طريق تحقيق الكثير من الأهداف أنه شرف عظيم للولايات المتحدة أن تشارك في استضافة هذه الندوة حول جهود التكيف في أفريقيا بالتعاون مع حكومة مصر أود أن أؤكد لكم على أننا ندعم بقوة اتفاق جلاسكو وذلك لتمويل جهود التكيف كما قال الرئيس بايدن فإننا سنساهم أيضا من طرفنا طبعا هناك دعوة إلى توفير المزيد من الموارد المالية لأن جهود التكيف تحتاج إلى هذه الموارد في مختلف أنحاء العالم ترجمة نانسي قنقر